هو عندما تصل لروسيا اللي كنت تعتبرهم حلفائكم وأسيادكم وحتى كنت تتخاسموا مع الأخرين واعتبروا على الاعتبار أن روسيا معاكم والصين توصل روسيا والصين ترفض دخولكم للبريكس ويخرج لافروف يقول إحنا دخلنا فقط لعندهم هيبة عالمية وتأثير دولي أكثر من ذلك أكثر من ذلك وهذا طبعا ليزاد أصابكم الآن بالجنود وأنا قلت لكم الحل أين هو ونعاودو لكم الآن باختصار لافروف الروس اجتمعوا وداروا اللقاء الروسي العربي في مراكش مرفتوش لأنه عندكم قطيعة مع النظام النغربي والحقيقة أنكم وانتم قطعتوا العلاقات الدبلوماسية في كذبة الصيف 2021 الحراق اللي أقدم عليها جبار مهنة وانتوا رحتوا تتهموا بها رشاد ومش عارفهم والمغرب وإسرائيل والكلام الفارغ تافهن تاعكم تحسبوش تمروه في الداخل ومر في الخارج أكثر من ذلك لافروف كان مشارك في البرازيل هذا الوزير الخارجي الروسي في اللقاء اللي تم لمجموعة العشرين أرجع طبعا ما بين موسكو وبرازيليا حوالي 12 ألف كيلومتر أو أو ربما أكثر ويندرليسكا داروا في المغرب في إشارة واضحة أن العلاقات الروسية المغربية هي الأصل الآن وليس الروسية الجزائرية قبل ذلك لما رح شارك في مراكش أين ذهب الأفروف ذهب إلى القاهرة رح المراكش وفي طريق العودة ذهب إلى تونس وكان الجزائر لا توجد في إشارة واضحة عليكم أنكم بالنسبة لي أصبحتون خصوم على الأقل لم تصبحوا أصدقاء وأن الصدقات تغيرت هذا واحد من أدلة الفشل العظمى أنا شخصيا ما عنديش مانع أن لافروف ولا كلينتون ولا بلينكين ولا يروح للمغرب ولا يروح لمصر ولا يروح لجوهنسبورغ ولا هذه علاقات دولية وتمضي كما هي لكن أنتم كونتم حتى لدى الشعب الجزائري حتى لما وقفتوا مع الروس ضد أوكرانيا يستطيع الناس أن يرجع إلى قنواتكم ومواقعكم وذبابكم كلهم مع الروس وكان الروس هذا جزائريين ونحن ناسينهم وكان روسيا تحتل أوكرانيا هذه زيادة الجزائر هذه روسيا دارت عليكم والحقيقة روسيا ليس فقط دارت عليكم روسيا عندها تخطيط استراتيجي وهذا بتحالف إماراتي أن تدفع الجزائر إلى الفوضى العالمها ليس لكسر الجزائر فقط لأنها الآن أصبحت تعتبر أن النظام في الجزائر يشكل لها قلق قلق في ليبيا قلق في النيجر قلق في مالي قلق في أماكن كثيرة في موريطانيا لروسيا والإمارات روسيا والإمارات وهنا يا ربما أقولها لأول مرة بهذا الوضوح بعد ما فكرت كثير وقرأت كثير وحاولت نشوف الروس دائما ما هي السياسات ماذا تريد روسيا اليوم؟ تريد أن تنتقل من أوروبا ومن الغرب الذي حاصرها بشدة في أوكرانيا وهي تحت حصار وعقوبات وكوارث أقل شيء مشهد لها 600 مليار دولار 350 مليار كاش و250 مليار في عقوبات على الأوليغارك وعلى غيرهم أقل شيء 600 مليار دولار كاش وروسيا سمعت من الأمريكا والأوروبيين أنهم يريدون تفكيكها استراتيجيا إذن ما هو التفكير الروسي؟ يعني لو جيتنا روسي قاعدتنا نفكر لو جيتنا روسي ماذا أفعل؟ أفكيك أوروبا وأفكيك الغرب في تفكيك الولايات المتحدة هوجاي ترامب وبالنسبة لبوتين هذه أعظم فرصة وترامب خدمته هو تفكيك الولايات المتحدة والصراعات كثيرة في أوروبا كيف تفكيكها؟ يكفي أن تدعم اليمين المتطرف وأن تكون هناك هجرات بألاف وعشرات الألاف ومئات الألاف أنتع الناس من العالم العربي والإفريقي إلى أوروبا في 2016 كادت أوروبا أن تغرق بهجرة مليون سوري ومعها ممكن ثلاثمائة وغربعمائة ألف أفغان وعراق إلى آخره تخيلوا لو لا قدر الله تسرى فوضى في الجزائر تنهار البلاد لا قدر الله ماذا سيحدث؟ ملايين الجزائريين سيفررون في كل اتجاهات أقرب اتجاه وأفضل اتجاه هي أوروبا هذه هي خطة الروسية الإماراتية القادمة ترجمة نانسي قنقر